مرحبا برج العذراء بشكل عام قبل ما ادخل في الكارتات اليوم لحد الان قراءة برج العذراء هي المفضلة لدي لان الطاقة فيها طاقة امور تحدث معانا طول الوقت ولكن احنا نخلي مشاعرنا تغلب على عقلنا فهاي القراءة مثال جيد لهذا النوع من المشاكل اللي نشوفها في الحياة اول كارت سبب الفراق ثريف بنتيكلز مع كوين اف وانز ارى انك انت يا برج العذراء احتمال الكون العكس بس اللي اشوفه هني انه انت كان دخولك قوي في حياة الحبيب كنت داخل حياته بكل عزيمة واصرار انك تغير جوانب تعمل معاه على تغير امور في حياته الروتينة اليومي اللايف ستايل او طبيعة حياته وطبيعة عمله كنت داخل بقوة يعني تب تغير الامور اللي معاجبتك في الحبيب الامور اللي يبغي لها تطوير وانتباه انت داخل بقوة وايضا اشوفك شوي عنيد وعندك رؤية معينة للامور ولازم الامور تمشي حسب اللي انت تشوفها راح اخلي الكرت شذي عشان نشوف كرت الحبيب او سوري سبب التأخير كينغ اف وانز ناين اف بنتيكلز هذا الشي لم يفلح عشان شذي صار انفصال الحبيب كان ردة فعله انه كان ملتزم ووضح لك انه يحب يحافظ على حقه في حياة العزوبية يعني يحافظ على حريته حياة الخاصة الامور اللي تعود يسويها حياة العزوبية بكل خياراتها وجمالها والحرية اللي فيها الحرية ناين اف بنتيكلز طاقة الشخص الاعزب الذي يتمتع بكل البذخ والرخاء والفرص في الحياة انت حبي تتغير من طريقة حياة الحبيب من اسلوب حياته نمط حياته هذا الشخص طالعك في عينك وقال لك لا الامور لن تمشي بهذه الطريقة معاي انا وهذا هو سبب التأخير انت ملتزم بحقك في تغيير ما لا يعجبك في الحبيب والحبيب ملتزم بالابقاء على حقه في حياة العزوبية وحق التصرف القراءة شوي مضحكة بالنسبة لي المهم نروح الى مشاعرك تجاهها تصير مثل القصة انت لم تتوقع هذه ردة الفعل من الحبيب ما توقعتها صدمتك غيرت بالنسبة لك امور كنت ممكن تشوفك شريك لانه عندنا الكون والكوين اثنين هم من نفس الفئة فكنت تشوفه كشريك ومساوي لك شخص تقدر تبني معاه حياة ولكن ردت فعلا من هذاك الموقف خلت تغييرك خلت تفكيرك يتغير بخصوص هذا الشخص فاما انك قررت ان تخليه يحتفل يرجع لحياته الطبيعية ثري وف كوبس يرجع لحياته الطبيعية وترحل انت عنه لان انت شنك تقول ليس من العادل ان اكون انا في حياتك وفي نفس الوقت الاخرين والسهرات والسفرات وحياتك العادية كعزوبي موجودة ايضا ليس من العدل فانت اتوقع انك قررت انك ترحل او عطيت اختيار احتمال هالشخص في الفترة السابقة اختار خطأ اختارني احافظ على حياة العلاقات المتعددة والسهر والتعارف والتواصل مع الاخرين اوكي فهذا اللي سبب الرحيل مشاعر نحوك بعد ما انت رحلت رحض هاي الصورة بعد ما انت رحلت هذا الشخص كل الخيارات التي كانت موجودة امامها لا تسعد بعد الان تعيس وحس ان خسر السبب الحقيقي الوحيد لسعادته الى وهو انت هو فعلا حافظ على حياة الطبيعية التي لم تكن موجود انت فيها ولكن خسرك انت فاسوأ مخاوفة تحققت لان لم يتوقع ان عندما يخسرك انت يخسر هذه الكم من السعادة او هذا الكم من الاستقرار فوجد نفسه مضطر ان يختار مضطر ان يقطع اشخاص مواقف عادات معينة في حياة السابقة عشان يقدر يحصل على سعادته معك لان اذا ما سوه الشيء هو عارف هو عارف اذا لم يستخدم سيفه ويقطع هذه الاشياء انت لن تعود او المياه لن تعود الى مجاريها بينكم نية مثل ما قلت لك هو راح يسوي هذا الشيء يقطع الاخرين ولكن خلنا نوضح شيء معين عندما يتعود الشخص على اسلوب حياة معين جدا من الصعب ان يتخلى عنه عندما يتعود ان يرجع الى المنزل ويلاقيك فيه ويكون سعيد معاك بس في نفس الوقت يكون عنده حياة ثانية حياة فيها جمالة عمل صديقات بغض النظر عن اسلوب حياته الخاصة ولكن يحتفظ بالاثنين في نفس الوقت التغيير من هذا النوع صعب فاراه فعلا سوف يختارك وفعلا انت سبب سعادته الرئيسي ولكن سوف يكون حزين بعض الشيء لانه مضطر يترك الخيارات الاخرى او يقوم بالكثير من التضحيات في سبيل ان ترجع علاقتكم مثل بعض او تأسسون مع بعض شيء مستقر عشان يخلي العلاقة تستقر معاك رح يضطر انه يخسر اشياء لو كان الامر بيده يعني ما رح يتخلى عنها ولكن لانه انت عطيته مثل خيار يا انا يا حياتك السابقة او حيات الخيارات المتعددة عندك ولكن في الوضع الطبيعي هذا الشخص لن يقوم بالاختيار الخطوة القادمة في حياته بعد ما يتخلص من هؤلاء الاشخاص هو العادات السيئة عنده في الماضي محتمال تكون عادات سيئة لانه ما شفت كرت الدفل احتمال تكون مجرد اشياء انت لا تعجبك في الحبيب او في نمط حياته احتمال تكون انت محافظ هو متحرر او العكس بعد ما يصير هذا الشيء ان شاء الله ارى ان انتو اثنينكم علاقتكم راح تكون متجها نحو استقرار اكثر بداية جديدة هذا الهدوء والاستقرار الذي ستواجهونه بعد الانتقال من هذه المرحلة راح يخلي الحبيب مستعد ان يعرض عليك شيء اكثر من الالتزام اللي قاعد اسمعه كلمة الالتزام يعني احتمال يكون ارتباط خطوبة يتقدم للزواج فعلا يقوم بالخطبة او بكتب الكتاب فهذه هي المرحلة القادمة بالنسبة لك ولكن عندي نصيحة اخيرة في قلبي سمعتها اثناء خلط الاوراق لازم اقولها لك ما بين السابق كنت انت العذراء queen of wands والحبيب king of wands اثنينكم عندكم شغف واثنينكم تحبون التحكم واثنينكم عنيدين واثنينكم قويين في رأيكم ونظراتكم للامور ولكن احس التارو يقولك ان العكس من الذكاء انك تكون عقلاني اكثر يعني خلي الحبيب يكون يطلق العنان لنفسه في بعض الامور عطح الريتا ولكن استخدم ذكائك العاطفي كن اذكى مننا عاطفيا كن اقوى مننا عاطفيا كن المرسال العاطفية التي تثبت العلاقة يعني اعطى كم معين لازم تعرف الكم المعين من الحرية والثقة لكي هذا الملك وهذا الشخص لا يحس انه خسر جزء مهم من حياته ومن نفسه في نفس الوقت لا تعطيك كل الحرية لتكون العلاقة سايبة او بدون حدود لازم تعرف البلانس استخدم ذكائك العاطفي لكي تكون انت الاقوى في العلاقة فتحتاج لنا شوي تغير منطقتك منطقة كوين اف وانس عنيدة تحب الافعال تحب التدخل تحب تلقي الاوامر الى الذكاء العاطفي الدبلوماسي وراح اسحب لك اخر كرت يا برد العذراء هو كرت النصيحة كرت النصيحة لبرد العذراء في قراءة عودة الحبيب اول كرت يسقط او ينقلب هو بالعادة الذي اختاره نصيحتك اليوم بالضبط اكثر شي قاعد يشد انتباهي في هذا الصورة الارتباط بين التنينين يعني هم مرتبطين ولكن ليس لدرجة الاختناق في جزء من الحرية هذا التنين ينظر في هذا الاتجاه هذا التنين ينظر في هذا الاتجاه عندهم نوع من الحرية فارى انك مثل ما قلت لك تقريبا نفس الرسالة اللي قلتها لك لازم تعرف الحد الصحيح الامونت الصحيح الكمية الصحيحة من الثكاء العاطفي من انك تجمع بين الحرية وبين الالتزام مع الحبيب بين انك لازم تعطيه ثقة كمية من الثقة في نفس الوقت تطلب كمية من الاداء تطلب كمية من الالتزام منه انت اقعد مع نفسك احدد ما هو ما هو البلانس الصحيح التوازن الصحيح عشان تقدر تنجح العلاقة مع هذا الشخص شخص احب حريته شخص هو ليس لعب ترى خلا نوضح نقطة واحدة هذا الشخص ليس لعب هذا شخص يحب يجدد طاقته بالتعرف والاحتكاك مع اشخاص عديدين يحب ان يكون حوله الكثير من الاشخاص يحصل على اهتمام هذا الشيء يساعد ان يجدد طاقته فلما يرجع البيت يكون حبيبك انت او لما يرجع لك اذا كنتوا غير متزوجين هو يعلم بان انت الحبيب انت المنزل انت المأمة بالنسبة له لانه يثق فيك ويثق في قراراتك يعني وصل لمرحلة الاحترام والثقة وليست لمرحلة الاوامر والطلبات يعني عرفت فاكسب ثقة هذا الشخص خليه يحترمك واحترمه خلي الثقة والاحترام يكون متبادل عندما تتخلص من هذا الشد الشد اللي افعل ولا تفعل هنا انت راح تكون انت والحبيب في السلام نتمنى لك التوفيق عزيزي وترجمة نانسي قنقر